تبدأ محكمة العدل الدولية غدا عقد جلسات علنية بشأن التابعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المختلة بما فيها القدس الشرقية من المقرر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات من 52 دولة وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة بشأن أثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 75 عاما حيث ستستمر المحكمة لمدة 6 أيام بين 19 و 26 من فبراير الجاري